بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي ومشاهدي الكرام في درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصفة الخامس وعنوان درسنا اليوم القرآن شفيعي سوف نتعلم في هذا الدرس أن نقرأ الحديث كراءة سليمة نبين دلالة الحديث الشريف نوضح مفهوم شفاعة الكرآن الكريم لأصحابه يوم القيامة نستنبض ثمرات التمسك بكتاب الله تعالى على الفرد والمجتمع ويجب عليك أن تحفظ هذا الحديث الشريف كبداية يقول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله هل تستطيع أن تحدد هنا ما هي الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بفعلها في هذه الآيات وأيضاً ما هو الجزاء الذي أعدها الله عز وجل لمن يعمل هذه الأعمال الصالحة وحديث درسنا اليوم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه رواه مسلم معاني المفردات شفيعاً لأصحابه صاحب القرآن هو المداوم على كراءته والذي يعمل بما فيه المعنى الإجمالي لهذا الحديث يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للمداومة على كراءة وحفظ القرآن الكريم قدر المستطاع عملاً بقول الحق تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه فيحثنا رسول صلى الله عليه وسلم على كراءة وحفظ القرآن والعمل بما جاء فيه والتخلق بأخلاقه لما في ذلك من فائدة كبيرة وثواب عظيم عده الله عز وجل لمن يقرأ ويحفظ القرآن الكريم ويعمل بما جاء فيه وذكر رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثواب ذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لهذا الإنسان وعلمنا أن معنا شفيعاً أن يطلب لك المغفرة من الله عز وجل فإذا أردت أن يشفع القرآن لك يوم القيامة فاحرص على كراءة وحفظ القرآن الكريم نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم وهذه بعض الفوائد الأخرى لكراءة القرآن الكريم وحفظه أنه يلبس تاج وحلة القرامة يوم القيامة ويرضى الله عنه ثانياً أن سور القرآن وآيات القرآن تشفع لك وتطلب المغفرة لك من الله وأيضاً كل القرآن كما علمنا في حديث الدرس وأيضاً من فضل القرآن الكريم تنال منزلة عالية يكون منزلتك ومقامك عالي عند الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة حتى لو كنت تتتعتع أي تقرأ القرآن بصعوبة كما ورد في الحديث الشريف الماهن في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران أيضاً كل حرف تقرأه من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء كما ورد في الحديث الشريف من قرى حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها انظر كم تأخذ من التواب من القرآن حسنات إذا قرأت فقط بسم الله الرحمن الرحيم أو أي صورة صغيرة كالفاتحة أو الإخلاص أو الفلق أو الناس ثالثاً من يحفظ القرآن يلبس والديه تاج من نور يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أيضاً القرآن يأتي هو شفاء ورحمة للناس قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإذا أردت أن يقيق ويحفظك الله من الأمراض الباطنية والظاهرية فاحرص على كراءة وحفظ القرآن الكريم أيضاً أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فمن يقرأ ويحفظ القرآن الكريم ويداوم عليه ويعمل بما فيه يكون من أحب الناس إلى الله وهو معنى أهل الله وخاصته هنا آثار العمل بتعاليم القرآن الكريم في حياة الفرد والمجتمع ننجزها أولاً استقامة الإنسان على طاعة الرحمن يساعدك على الاستقامة على الطاعة الله عز وجل والأعمال الصالحة الرفع والمكان العالي كما علمنا القرآن يرفع صاحبه فكما ورد في الحديث أن منزلة الإنسان عند آية في الحديث اكرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تكرأها أي منزلتك عند الله بمقدار ما قرأته من القرآن وما حافظته ثالثاً هو سبب لسعادة الأسرة واستقرارها كما علمنا أن القرآن يحفظ قارئه وحافظه وأيضاً أصحاب البيت الذي هو فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تكرأ في سورة البقرة إذن القرآن هو حفظ لصاحبه وأهل بيته من الشرور والجن والشياطين وهنا بعض السلوكيات التي يحص عليها القرآن الكريم ويجب علينا التحلي بها هنا أهمية وتأثير كراءة وحفظ القرآن الكريم على المهارات اللغوية المهارات التفكير المهارات الاجتماعية كذلك المهارات السلوكية وهذه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة كتاب الله تعالى امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه شكرا للمشاهدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا أردت المزيد من الدروس يمكن أن تجدها على القناة أو على موقع العلم سيتي سوف أترك لكم لكم الرابط الموقع في أسفل الفيديو ولا ننسى دعاء الانتهاء من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك